موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم و أهلا بكم في آخر طبع لم تطالب تركيا بمنطقة عزلة في الشمال السوري فحسب بل أكدت على ضرورة نشر جنود لنجاح مهمة التحالف في القضاء على تنظيم داعش هذا التنظيم الذي بات يعتبره كثيرون شماعة أمريكا وحلفائها الجديدة لتنفيذ مخططات طالما فشلت إدارة أوباما في تنفيذها منذ بداية الأزمة السورية جبهة النصرى انتصرت لربيبتها داعش فهددت وتوعدت الدول المشاركة في تحالف أصدقاء أمريكا وأثبتت مرة جديدة أنها وداعش وجهان لعملة واحدة مهما اختلفا على اقتطاع الغنائم وبسط نفوذ فهما يتشاركان بالفكر القاعدي الإرهابي التكفيري وهل مجر فهل سمعت أمريكا وسمع العرب تلك التهديدات أم ستبقى النصرة خارج دائرة الاستهداف وداخل دائرة الدعم وكيف سينعكس هذا الواقع على الأردن في ظل نشاط السلفية الجهادية وأي علاقة ستجمعها مع النظام الأردني مستقبلا تساؤلات طرحت في بعض الصحف العربية ولسيما الأردنية ونطرحها هنا في آخر طبعة مع السيد عمر كلاب كاتب سياسي في جريدة الدستور الأردنية ينضم إلينا من عمان أهلا ومرحبا بك سيد عمر أهلا بك أستاذ ملحام يعني كما تعلم المنطقة اليوم تعيش حالة قلق والكل حذر وفي حالة انتظار برأيك ما هو الأفق لهذا التحالف تحالف أصدقاء أمريكا في مواجهة الإرهاب في المنطقة يعني دعني أبدأ بأنني لست متفائلا في أفق جيد يتلو مرحلة الحلف الدولي على داعش لسببين السبب أولا أن المستهدف للآن هو التنظيمات المسلحة أو مصطلحة على تسميتها بالتنظيمات الجهادية وهذه جزء يسير من كعكة الإرهاب إن جاز لنا أن نقول أنه ثمة كعكة للإرهاب فالتحالف الدولي يستهدف التنظيمات الإرهابية المسلحة ولا يستهدف الفكر المتطرف بشكل عام بدليل أن أكثر دولتين منتجتان للفكر الإرهابي والتطرف والتشدد هم من أكثر العلاقات حميمية للولايات المتحدة وأقصد هنا المملكة العربية السعودية وباكستان للمفارقة أيضا يشاركان في التحالف الدولي أو مصطلحة على تسميته بذلك وبالتالي من هنا صديقي ملحم يبدو أن الأمل يعني محصور نسبيا في تنفيذ أجندة لا تبدو لصالح المنطقة أو لصالح مشروع التنوير العربي الذي بدأ مع بدايات الربيع العربي ثم عاد وأجهد لعوامل متعددة أنت تعلم أن فكرة إنتاج هذه التنظيمات الإرهابية ما زالت فكرة ملتبسة وغامضة وكل الدلائل تشير أن هذه التنظيمات هي فيروسات مسلحة هربت من مختبرات الاستخبارات العالمية صحيح فكيف للحية أن تعض جلدها هذه معادلة يبدو أن وراءها ما وراءها تحديدا إذا رأينا أن هناك دول تربط دخولها في داعش في الحلف ضد داعش بأجندة على الأرض السورية أو أجندة على الأرض العراقية هذه القضايا كلها تقودنا إلى عدم التفاؤل وتقودنا إلى أن ما سيحدث هو ضربات أولية قد لا تغني أو تسمن من جوع لصالح المشهد في العراق أو في سوريا يعني أن تتوافق الذين يقولون بأن الهدف الأساسي من دخول ولايات المتحدة الأمريكية في صراع مع بعض هذه الجماعات الإرهابية التي هي صنيعة أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية هو تقسيم المنطقة بشكل أو بآخر قد أكون أميل إلى ذلك إذا ربطنا ما تقوله تركيا ومطالبتها بوجود عسكري على الأرض ثم مناطق آمن للطيران نحن نتحدث عن فرصة لاحتلال سوريا بشكل واضح أو لدخول قوات أجنبية إلى سوريا لكسر آخر حلقة من حلقات المواقف العربية الثابتة حيال المنطقة والإقليم نحن نتحدث عن ضربة مزدوجة للمحور السوري العراقي الإيراني رغم تحفظاتنا قليلا على إداء الحكومة العراقية التي أدخلتنا أيضا في دوامة بحيث أصبحت جزءا من إنتاج داعش أو جزءا من رفض داعش بالعوامل نحن لدينا أزمة أنا أعتقد أن المأزق في أن هناك حملة لضرب محور مهم في المنطقة بدأ يتشكل وبدأ يشكل عمود توازن أمام المحور التركي الإسرائيلي نحن نتحدث عن أمريكا بوصفها راعية لمحورين في المنطقة المحور التركي والمحور الإسرائيلي نعم ولا تريد أن يتشكل محور مواجه أو ممانع أو على الأقل يطلب بكرامة واحترام لهذا الإقليم وهو المحور الإيراني السوري العراقي يعني كنا نتأمل أن تكون العراق جزء من هذا المحور ولكن خطايا وأخطاء المالكي قد دفعت بالعراق ليكون رافدا أساسيا لداعش بإشعال أو بتثبيت الصراع المذهبي نحن نعلم أن القاعدة لديها هدف جيو استراتيجي كبير لتحقيق الجهاد العالمي ولكن الداعش خرجت عن هذا السياق بأقلمة الفكر القاعدي بوصفه صراعا مذهبيا سنيا شيعيا وليس صراعا جيو سياسيا مع قوى الغرب الظالم والغاشم لصالح القوى الجهادية التي تسعى إلى إقامة الخلاف الإسلامي على الأرض سيد عمر برأيك ما سبب هذه الانتقائية في التعامل مع التنظيمات الجهادية كما يسميها البعض والتنظيمات التكفيرية كما يسميها البعض الآخر في المنطقة يعني هناك من لا يريد ضرب جبهة النصرة فقط يركز استهدافاته فقط على تنظيم داعش أيضا هناك بعض التنظيمات التكفيرية الأخرى على غرار داعش وجبهة النصرة منتشرة في سوريا وفي العراق لماذا هذه الانتقائية وهذه الازدواجية في التعامل؟ إحدى أزمات الغرب الأمريكي وحلفاء أنهم يقعون دائما في هذا المأزق الأخلاقي إنجاز التعبير لدينا أزمة في أن التنظيمات المتطرفة أو التنظيمات التكفيرية كلها في سلة واحدة وحتى ما اصطلح على تسمية الإسلام السياسي أثبت أنه إسلاما لا يخلو من تطرف الجميع يحمل هذه البذرة ولكن الخلاف على المصالح إذا نقرأ بدقة تصريحات وزير الخارجي الأمريكي الذي طلب 500 مليار لكلفة الحرب تستطيع أن تقول أن هناك ما يسمى برأس مال الأزمات أو رأس مال الكوارث أو اقتصاد الكوارث الإدارة الأمريكية بحاجة إلى سيولة مالية وإلى اقتصاد مالي أعتقد أن النصرة ستكون هي الهدف الآخر ولكن إذا لم تلبي الحرب على داعش المطالب المالية الأمريكية أعتقد أن النصرة ستدخل كل هذه التنظيمات المتطرفة هي أوراق في أيدي الاستخبارات الغربية ورقة تليها ورقة الآن الحاجة إلى ورقة داعش أكثر من الحاجة إلى ورقة النصرة لا تريد أيضا أمريكا أن لا يستريح النظام السوري نحن نعلم أن إذا استهدفت داعش والنصرة وهم ليسوا عملان لوجه واحدة هم يتفقان في الجذر يختلفان على الهدف الهدف النهائي للقاعدة في داعش والنصرة إذا دخلنا في الحرب هذا سيفسر لصالح النظام السوري الذي هو أيضا مستهدف من هذه الحرب وسمعنا التصريحات التركية التي تستهدف الوصول إلى إدخال قوات على الأرض وإلى مناطق آمنة خالية من الطيران هو المطلوب يعني الحلف لديه أهداف مشتركة ومتضاربة تركيا تعلق نشاطاتها لإسقاط النظام السوري الأردن جزء من التحالف الغربي يريد أن يبقى يعني هذه التناقضات مطلوبة ولكن في النهاية المصلحة الأمريكية هي التي تفرق أو تنتقي تنتقي ما يلبي مصالحها وما لا يلبي مصالحها صحيح طيب اسمح لي سيد عمر أن نتوقف الآن مع عنوين بعض الصحف العربية والزميل حسن حجازي أهلا بكم إلى هذه الجولة الصباحية على بعض الصحف العربية التي تركزت معظم عنوينها حول الغارات الأمريكية على تنظيم داعش في سوريا والعراق نستهل هذه الجولة من صحيفة الوطن السورية جاء في عنوين الوطن الجيش يستعيد كامل عذر ويضيق الخناقة على الغوطة ويدك داعش بحلب ودير الزور المعلم للافروف ضربات التحالف الدولي غير شرعية في عنوين الوطن أيضا المقداد لسنا بحاجة تذكرة لدخول أي ناد قرر فجأة مكافحة الإرهاب عنوانة الوطن أيضا منطقة عازلة تركية داعشية من الوطن السورية إلى صحيفة الصباح العراقية عنوانة الصباح العباد أكد انفتاح البلد على دول العالم تعاهدات دولية بتسليح وتدريب القوات العراقية في عنوين الصباح التحالف الدولي يقطع تمويل داعش من الصباح العراقية إلى الخليج الإماراتية عنوانة الخليج طائرات التحالف تضرب داعش في حمص وفي عنوين الخليج أيضا تأجيل النطق بالحكم في قضية القرن إلى نهاية نوفمبر مقتل عشرة إرهابيين في سيناء وتوقيف أحد عشر في كرداسة في عنوين الخليج أيضا واشنطن تعتبر خطاب عباس استفزازيا هدد مدريد بتبني برنامجا انفصالي إذا رفضت الاقتراح رئيس إقليم كتالونيا يدعو للاستفتاء من الخليج الإماراتية إلى صحيفة الوطن العمانية مع توسيع الدربات في سوريا واحتياج أمريكا لخمسة عشر ألف مسلح دمشق تشاكك في نوايا تحالف حرب داعش وموسكو ترى خرقا للميثاق الأممي في عنوين الوطن أيضا اليمن اشتباكات عند الرئاسة وصاروخ قرب السفارة الأمريكية والحوثيون يوقعون الملحق الأمني عنوانة الوطن أيضا الاحتلال يعتزم بناء جدار عنصري بالأغوار الفلسطينيون يشددون على تفعيل الأمن ورواتب حماس تدفعها جهة ثالثة من صحيفة الوطن إلى صحيفة البلاد الجزائرية في عنوانها الأول منعرج حاسم في التحقيقات القضائية ومعطيات جديدة حول تنظيم داعش باريس تستغل اغتيال جوردال لضرب سمعة الجزائر رفقاء الفرنسي المغتال من شهود إلى متهمين وفي الملف الليبي عنوانة البلاد التفاف دولي حول مبادرة الجزائر للحوار الشامل إخوان ليبيا ينقسمون بين مؤيد ومعارض للوساطة الجزائرية الشارع الليبي يرفض أي تدخل أجنبي من البلاد وإلى أخيرا صحيفة الثورة اليمنية جاء في عنوين الثورة الأطراف السياسية توقع على الملحق العسكري والأمني لاتفاق السلم والشراكة الوطنية في عنوين الثورة أيضا الرئيس يطلق اتصالا هاتفيا من أمين عام مجلس التعاون الخليجي الزياني يجدد دعم دول المجلس الرئيس هادي ومباركة اتفاق الشاركة وأخيرا في عنوين الثورة عباس يطالب من منبر الأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كانت هذه إذن جولة على بعض الصحف العربية والآن عودة إلى برنامج آخر طبعة شكرا للزميل حسن احجازي على هذا الاستعراض السريع لعنوين بعض الصحف العربية سيد عمر إلى أي مدى برأيك يمكن أن يكون هناك مصداقية للحديث عن قطع تمويل داعش في العراق وفي سوريا يعني إذا كنا نتحدث عن لحظة ظرفية تفترض أن تتوقف التمويلات الخارجية يمكن أن نكون نصدق ذلك ولكن نحن نعلم أن داعش لم تعد بحاجة إلى تمويل خارجي داعش جرى تمكينها من الإنفاق الذاتي من خلال النفط من خلال أصبح الأداء مصادر خاص من خلال الأتوات المفروضة من خلال العمليات التجارية نحن نتحدث الآن عن دولة داخل الدولة قل لي كيف يمكن أن أصدق أن هناك محاولات لقطع عن التمويل عن داعش في ظل شراء شركات أميركية للنفط السوري المصروق من قبل هذا التنظيم الإرهابي الآن هناك محاولات لشراء النفط العراقي الذي تسيطر عليه داعش يمكن أن أصدق أن التمويل الخارجي قد توقف بعد أن امتلكت داعش الأدوات التمويل الداخلية على ذكر النفط القصف الأمريكي الآن الذي يطال أبار النفط في سوريا برأيك ولو كان في مناطق نفوذ داعش برأيك هل هذه الإجراءات إجراءات سليمة منطقية ألا تؤثر فيما بعد أيضا على الاقتصاد السوري أو العراقي هي إجراءات لضرب الدولة السورية لتقليم يعني كل الطموحات السورية بدولة آمنة مستقرة ستحتاج إلى مليارات من أجل إعادة بناء سوريا من هذا الخراب وهذا النعيق وهذا التنظيمات المتطرفة يعني أنا أعتقد أن ضرب المصافي كان أولى عدم الشراء كان أولى لماذا نشتري النفط من التنظيم لماذا نشتري المنتجات النفطية من هذا التنظيم الإرهابي المطلوب ضرب الدولة السورية في العم ضرب أعصابها الاقتصادية الحساسة وضرب أعصابها العسكرية الحساسة أيضا وواضح يعني من خلال التقارير التي عرضت في الفترات السابقة أن هناك شركات تركية هي التي تشتري النفط وتتعامل مع تنظيم داعش في هذا الإطار لماذا هذا الإصرار التركي حتى أن رجب طيب أردوغان وضع شروطا لمشاركته في التحالف لمواجهة تنظيم داعش هذا الإصرار على إقامة منطقة عازلة ما هو الهدف منه برأيك ما زالت تركيا ترى في الدولة السورية القوية عدوا شديدا لأطماع أردوغان وحزبه هذه الدولة السورية القوية وبحلفها مع العراق وبحلفها مع الإقليم الشامي زائد حلف مع الجمهورية الإيرانية هو الضامن لوجود حلف جديد في المنطقة يقف أمام الحلف الإسرائيلي التركي نسمع تصريحات رجب طيب أردوغان عن استراتيجية حلفه مع إسرائيل عن دعمه لإسرائيل عن عدم تفريطه في أي اتفاقية ولو صغيرة مع إسرائيل بالمقابل ما يريده رجب طيب أردوغان وحزبه أن تذهب تركيا بعيدا في الإقليم الشامي لأنه هو السيادة العربية إذا استطاعت تقزيم دمشق وتحطيم الدولة السورية والسماح بدخول جنود على الأرض لمهاجمة الدولة السورية وليس لمهاجمة التنظيم والسماح بمنطقة خالية من الطيران تريد تركيا أن تضعف الدولة السورية تريد تركيا أن تتمدد جيو سياسيا لصالح إسرائيل ولصالح المشروع التركي الإسرائيلي المناهض والمناقض لا يطمو عربي أنا أستغرب ممن يصدق أكاذيب أردوغان وتصريحاته حيال دعم القضية الفلسطينية في الوقت الذي يقدم فيه الدعم العسكري واللوجستي لإسرائيل نحن نعلم أن إسرائيل تحتل المرتبة الرابعة في التصدير إلى تركيا والمرتبة السابعة في الاستيراد من تركيا كيف يمكن أن نفهم أن هذا النظام هو حريص على المصالح العربية أو على الوضع العربي تركيا لديها طموح في المنطقة العربية بإعادة التتريك بإعادة العثمنة سميه ما شئت هذا المشروع لا يمكن أن ينجح لا يمكن أن يتمدد إلا بإضعاف الدولة السورية وإضعاف الحلف السوري اللبناني الإيراني وبلاد الشام مجتمع ألا تعتبر سيد عمر بأن الإصرار أيضا على دخول جنود إلى الأراضي السورية وربما العراقية يعتبر مغامرة غير محسوبة في ظل الرفض الروسي والرفض الإيراني ربما يكون هناك ردفعل معين من هتين الدولتين دعنا نقول بداية أن الرفض السوري الروسي الإيراني ليس رفضا عدميا أو عبثيا الجميع يرى أن بالحلف المتشكل حاليا هو ليس حلف فضول بمعنى أنه جاد في تحقيق يعني الانضباطية على الأرض ومحاربة هذا التنظيم وتقليم أظافره المطلوب الآن أعمق من ذلك لذلك الوجود الحلف على الأرض أمريكا إذا انتقلت إلى هذه الخطوة ستنتقل بقوات عربية وبقوات من الحلف باكستان عرب ولكنها لن تغامر بجنودها البشريين لن تغامر بمواردها البشرية على الأرض السورية العراقية لأنها تعلم ذلك هذا الانتقال سيكون دمارا على العواصم التي شاركت في الحلف لأن الوجود على الأرض سيكون مكلف وسيكون ثمن عالي خاصة إذا لم يحدث توافق دولي وموافقة للنظام السوري والنظام العراقي أيضا وحلفائهم في الصين وروسيا وإيران نعم وحتى أنه بعض الخبراء أيضا يقولون بأنه لا إمكانية للقضاء على هذا التنظيم إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية جادة في هذا الموضوع إلا من خلال دخول قوات برية على الأرض اسمح لي أن أنتقل إلى فقرة إقراء الحدث مقتطفات من بعض الصحف العربية والأجنبية ومن ثم نعود لنستكمل هذا الحوار النهار اللبنانية هل تتوحد الحكومة أخيرا على معايير المفاوضات أشارت مصادر معينة بملف العسكريين المخطوفين إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد حركة كثيفة استثنائية من جانب الحكومة بعد عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك في الساعات المقبلة من أجل مواكبة هذا الملف بما يفترض من استنفار دائم وأكثر كثافة بعدما ترأت معطيات كثيرة في الأسبوع الحالي تستوجب هذا الاستنفار وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يدعى مجلس الوزراء إلى جلسة في الأيام المقبلة ستخصص للبحث في بندين أساسيين هما اطلعوا سلام المجلس على النتائج مشاركته في أعمال افتتاح الدورة العادية للأمم المتحدة والبند الآخر والأهم يتمثل في السعي الحازم هذه المرة إلى توحيد الموقف الحكومي من كل الاتجاهات التي ستعتمد على المضي في المفاوضات لإنهاء أزمة العسكريين أما الأمر المهم الآخر الذي قد يثير جدلا بين بعض المكونات الحكومية فويتعلق بالاتجاه الذي يعمل عليه وزير الداخلية نهاد المشنوق لنقل عشرات آلاف النزحين السوريين من عرسال إلى مخيمات يجري استحداثها في مكان آخر على الحدود اللبنانية السورية وتشير المصادر إلى أن المشنوق يبدو مصرا على هذا الخطوة الحاسمة لتحرير البلدة أولا من خطفها وأسرها وتاليا لعدم التسبب بارتباكات أمنية إضافية للجيش في إجراءاته بعرسال الغد الأردنية المشاركة الأردنية بالتحالف الدولي ضد داعش تطيح الهدنة مع السلفيين لاحظ مراقبون أن انتقادات رموز التيار السلفي الجهادي الأردني وهجومها ضد تنظيم داعش التي أطلقت على مدى الأشهر القليل الماضية اختفت مع أول صاروخ أطلقه التحالف الدولي الأسبوع الماضي باتجاه مواقع هذا التنظيم في سوريا حيث صدرت الإيدانات للمواقف العربية ومنها الأردنية لمشاركتها بالتحالف ضد داعش كما في تصريحات منظر التيار السلفي أبو محمد المقدسي والقيادي فيه أبو سيافة ويتوقع مراقبون أن تعود العلاقات بين الحكومة والتيار السلفي إلى تاريخ سيء بعد مشاركة الأردن في التحالف ضد الإرهاب الذي بات يشكل خطراً على الأمن الداخلي لدول التحالف مرجحين أن تشهد العلاقة بين التيار والحكومة مزيداً من الاعتقالات أو محاولات من قبل المنتسبين إلى التيار للمسي بأمن الأردن اندباندنت الضربات الجوية وحدها ستفشل في صد داعش تدخل واشنطن ولندن في سلسلة من الصراعات المتشابكة في العراق وسوريا سيون فيها لديهم أجندات مختلفة عما يدعون يوم أمس كانت واشنطن تستخدم القوى الجوية في كل مكان في سوريا باستثناء كوباني التي شن فيها داعش هجومها الأقوى منذ بدء الضربات الأمريكية الدافع وراء التردد الأمريكي يبدو في الرغبة بعدم إزعاج تركيا هذه الأفعال دليل على قدرة أنقرة على رؤية فوائد استخدام داعش ضد الكرد مراقب في تركيا تساءل لماذا مقاتل داعش يتلقون العلاج في تركيا فيما يحاكم التقم الطبي الذي عالج متظاهي جيزي السلميين إلى ذلك هناك حدود لما يمكن تحقيقه عسكريا يجب بدء مفاوضات بين اللاعبين الخارجيين في الأزمة منهم أمريكا وروسيا وسعودية وإيران إضافة إلى اللاعبين الداخليين داعش ألة حرب لا يمكن هزم التنظيم ما دامت الحرب في سوريا مستمرة سيد عمر ما رأيك فيما أوردته صحيفة الاندربندت واستمعنا إليها أخيرا حول استخدام تركيا لعناصر تنظيم داعش لضرب الأكراد يعني ليست جديدة وليس مستغربا الحلف التحتي بين داعش ونظام أردوغان أو تركيا يعني أنا طلعت على تقارير كثيرة تشير إلى أن الأردنيين الذين انضموا إلى داعش كان يذهبون إلى السعودية لإداء العمرة ثم إلى تركيا ثم يجري تهريبهم إلى الداخل السوري ليس جديدا داعش صنيعة تركيا صنيعة صنيعة حلف شمال الأطلسي بمعنى من المعاني وبالتالي تستخدمها تركيا لتقوية أوراق تارة ضد الأكراد في سوريا وضد الأكراد في العراق وبالتالي ضد الأكراد في الذين يعتبروا الحديقة الداعمة لأكراد تركيا والتنظيم أيضا يتحرك في فضاء تركي مسموح له الحركة براحته وبتسهيل إمكان المعالجة وحتى دخول الأسلحة والتسليح والتدريب تركيا ترى في ورقة داعش فرصتها التاريخية للدخول إلى المنطقة بقوة تارة بثوب المدافع عن الديمقراطية والمناصر لحقوق الشعوب العربية وتارة لتحرير الشعوب من طغاتها ناسين أن أبرز الطغاء هو داعش ولكن هذه أوراق تركية هذه أجندة تركية يسعى أردوغان إلى تحقيقها منذ فترة طويلة وأعتقد أن ضعف المشروع القوم العربي ضعف الدولة العربية المركزية هو الذي أجرى ما أجرى من قوة التركية بالإضافة إلى التحالف القطري التركي المبني أيضا على أسس غير نبيل وغير قومية طيب سيد عمر العناصر التي تسميها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها عناصر معتدلة وتريد تدريبها في داخل المملكة العربية السعودية هل هي قادرة فعلا على مواجهة التنظيمات الإرهابية في داخل سوريا ومواجهة الجيش السوري من جهة أخرى كما يأمل جون كيري وأعرب عن ذلك في آخر تصريح له يعني دعني أضع يعني خطوط حمراء كثيرة تحت فكرة المعتدلة أنا لا أعتقد أن هناك معارضة معتدلة في سوريا المعارضة المعتدلة هي موجودة داخل سوريا وتتحدث بلغة سياسية محترمة لا يوجد معارضة معتدلة تحمل السلاح ضد نظامها وضد دولتها فدعنا نتفق أنه ليست هناك معارضة معتدلة والمقصود أن إذا كانت هناك قوات ليست دينية لا تنتمي إلى فكر الديني حتى عناصر أيضا عناصر الجيش الحر هي عناصر ليست دينية ولذلك أنا قصدي بليست معتدلة هي عناصر ليست دينية هم يبحثوا عن قوة عسكرية غير دينية تبرر الدخول إلى الأرض السورية بشكل مباشر هم يريدون ما يسمونها معارضة معتدلة هم يريدون أن تتلقى تدريبا ثم تأتي للقتال في سوريا ليكون هناك مبرر للدخول المعلن والواضح للحرب في سوريا ضد النظام السوري هناك تبريرات وتمهيد أرضية لإجراء قبل أن ننتقل إلى فاصل هل تعتقد بأن جبهة النصرة ستكون جزء من هذه المعارضة المعتدلة حسب التسمية الأمريكية السعودية لا أعتقد النصرة لا تستطيع أن تتخلى عن داعش في مثل هذه المعركة لا تستطيع وإلا تفقد شرعيتها ومشروعيتها مشاهدين الكرام فاصل قصير ومن ثم سنعود لمواصلة هذا الحوار من آخر طبعة ابقوا معنا من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام ما زلنا معكم في آخر طبعة مع السيد عمر كلاب المحلل السياسي والكاتب السياسي في جريدة الدستور الأردنية سيد عمر بالطبع استمعت إلى تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الأخيرة التي أشار فيها إلى أن أي حل سياسي لا ينبغي أن يكون هناك دور للرئيس بشار الأسد فيه هل برأيك هذه التصريحات تتقاطع مع الرؤية الأمريكية راهنا أم لا هي ليست تتقاطع هي تتطابق بشكل كامل نحن نعلم أن السعودية يعني دولة تقدم نماذجا يعني في الديمقراطية وبالتالي يعني عندما تتحدث عن حقوق الإنسان تكتسب صدقية مضاعفة أنا أستغرب كيف لا يخجل قادة السعودية من هذه الأحاديث أنا أستغرب كيف يطالب نظام قمعي رجعي على الأقل الرئيس بشار السوري جاء عبر صناديق الاختراع الآن وفي ضل ضربات وفي ضل ضغط يعني الآن أنا أخشى أن يكون كل هذا الحلف كل هذا المشروع هو تمهيد للأرض السورية لأن تصبح هناك أرضية قابلة للتدخل العسكري ضد النظام السوري وضد الدولة السورية كما جرى في العراق 2003 كل هذه المعارضة المعتدلة والتدريبات السورية والتدريبات في السعودية أخشى أن تكون تمهيد ولكن أرى أن أيضا النظام السوري أكثر ذكاء وأكثر امتلاكا لأدوات اللعب السياسي من النظام العراقي السابق وبالتالي السعودية ليس جديدا عليها مثل هذه الطروحات هي مستعدة أن تشارك في أي حلف يسقط أي مشروع ممانعة ومقاومة عربي يعني برأيك لا يزال إسقاط الرئيس بشار الأسد أو النظام السوري الحالي هو من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من مواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة مثل داعش وغيرها هي التنظيمات الإرهابية جاءت أخرت المشروع الأمريكي السعودي هي فقط وجود داعش والتنظيمات التكفيرية أخرت المشروع ويبدو أنه جرى إعادة تحوير أو تموضع لموقفها بحيث أنها أصبحت أيضا فزاعة وأسباب لدخول هذه القوى الغربية الخارجية إلى الأرض السورية نحن نتذكر مطالبة القوى الإسلامية منذ اليوم الأول للحرب على سوريا بإخضاع سوريا للبند السابع ضمن قرارات مجلس الأمين والمطالبة بدخول قوات أجنبية وغربية لماذا الآن نعترض على دخول قوات أجنبية بالمقابل كل القوى السياسية الإسلامية كانت تطالب هذه القوى بالدخول لمهاجمة الدولة السورية والنظام السوري هذه الإشكالية الملتبسة الآن التي تضع الكثير من العراقي الأمام المشروع الغربي زائد أنها تضع أيضا مسؤولية عميقة وكبيرة على الدولة السورية والنظام السوري سيد عمر أستمعك عذرا سنتوقف الآن قبل استكمال هذا الحوار لمتابعة عنوين بعض الصحف الأردنية في قراءة مع الزميل معتز القيسية أهلا بكم الصحف الأردنية الصادرة لهذا اليوم طلعتنا بالعديد من العنوين أبرز ما جاء في صحيفة الرأي الأردن عازمون على مكافحة الإرهاب بكل حزم ضربات أمريكية متواصلة على داعش وترجيح قبول الطلبة الأردنيين في اليمن في الجامعات الرسمية في القسم العربي والدول نطالع إيران سنهاجم التنظيم حال اقترابه من حدودنا والتحالف الدولي يواصل ضرب معاقل داعش في سوريا والعراق وفرنسا تركز عملياتها في العراق لكنها لا تستبعد التدخل في سوريا مباحثات مصرية روسية بشأن القضايا الإقليمية والحكم على مبارك في قضية قتل المتظاهرين نهاية تشرين الثاني وحماس تؤكد اقتراب صفقة جديدة لتحرير الأسرى الفلسطينيين وواشنطن تصف خطاب عباس في الأمم المتحدة بالاستفزازي والمهين في صحيفة الغد الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الومني سنقطع كل يد تخطط لأي عمل إرهابي في الأردن وزير الخارجية ناصر جودة في نيويورك الأردن لم ولن يألو جهدا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المشاركة الأردنية بالتحالف الدولي ضد داعش قد تطيح بالهدنة مع السلفيين في الأردن أمين عام الاتحاد العربي لمكافحة التزييف وغسيل الأموال عناصر داعش لديهم جوازات سفر مزورة لتسهيل عبورهم عبر الدول العربية التجاريين في الأردن لأسباب أمنية في صحيفة الدستور الغارات على داعش تمتد لوسط سوريا والبنتاجون التصدي لداعش يحتاج لنحو 15 ألف مقاتل من المعارضة الناطق باسم الحكومة كان لابد من استباق الخطر وضرب الإرهاب في عقر ذاله ووزير الخارجية ضرورة التصدي للإرهاب بقوة السلاح والعقل والفكر والمنطق القويم وزير الأوقاف إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المؤمنين من الوصول إلى أماكن عبادتهم في صحيفة العرب اليوم الرئيس الإيراني الغارات على داعش نفسية وليست عسكرية والصريب الأحمر يدعو الأطراف المتقاتلة في سوريا والعراق الالتزام بالقانون الدولي الإنساني أخيرا في صحيفة السبيل البنتاجون الغارات الجوية لا تكفي للقضاء على داعش ونتنياهو نتعاون مع العرب في الحرب على متطرفي السنة ومع بدء الغارات على داعش حزبيون أردنيون جهات تريد أن تفرض علينا أجواء الحرب والأموال الأميرية تحجز على أموال وزراء ونواب لتهربهم من تزديد ضرائب ومثقفات ورسوم وأخيرا تساؤل حول هل يطعن النائب العام ببراءة أبو قتادة المنظر السلفي المفرج عنه أخيرا إذن هذه كانت عنوين الصحف الأردنية الصادرة لهذا اليوم شكرا لكم على حسن المتابعة عودة إلى الأستوديو شكرا للزميل معتز سيد عمر واضح من العنوين التي استعرضناها قبل قليل أنه يوجد قلق ويوجد مخاوف من المستقبل على الأقل لدى البعض ومن خلال التصريحات بأن الأردن يتحضر ربما لعمليات انتقامية قد تحصل من التنظيم أو من جبهة النصرة على خلفية مشاركته في التحالف تحالف أصدقاء أمريكا أو ما يعرف بالتحالف الدولي يعني لا يحتاج الأردن إلى مبررات للدخول في حرب ضد هذه القوى المتطرفة بتفريعاتها سواء عن داعش أو النصرة خاصة أنه اكتوى بنيرانية قبل أن يكون هناك حلف قبل أن يكون هناك وهذا هو المسوغ الوحيد الذي أقنع جزءا كبيرا من الشارع الأردني بأن يدخل الأردن في الحرب على داعش ولكن هذا لا ينفي أن هذا تنظيم يختار خواص الرخوة تنظيم غير أخلاقي تنظيم متطرف لن يلجأ إلى حرب فيها فروسية مع أي نظام سيلجأ إلى خواص الرخوة مولات بيوت عزاء أماكن تجارية أعراس وبالتالي لا يستبعد الأردن ولا يستبعد الشارع الأردني حدوث مثل هذه الأعمال الانتقامية ومن هناك جاء بعض الأرى أنه علينا أن لا نذهب إلى الحرب يكفي الحديث عن مشاركة لوجستية استخبارية ودون الدخول في الحرب ولكن كانت الرؤية السائدة في الأردن ضرورة المشاركة في الحرب لأن هذا التنظيم لا يرحم ومن هنا زاد العبء على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية التي يثق الأردنيون أنها قادرة على لجم هذا التنظيم في ظل هذا الوضع هل بدأت الحكومة الأردنية باتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لأي تدعيات محتملة في الداخل الأردني طبعا تشاهد دوريات مكثفة تشاهد استعداد أمنية عالية ولكن الأخطر أنه لا يوجد على المقابل استعدادات سياسية واستعدادات فكرية لمواجهة هذا التنظيم أنا أعتقد أن التجهيز العسكري هو جزء من المعرك ضد هذا التنظيم وضد الاستعداد له نريد أن تكون الحرب مع هذا التنظيم حرب مع الإرهاب حرب مع التطرف وليس حرب مع داعش على وجه الحصر نحن نعلم أن هناك كثير من القوى النائمة والمستيقظة في الأردن تتحدث عن دعم داعش وعن ضرورة نصرة أشقائنا في داعش هنا المقاومة الحقيقية للإرهاب إذا كان لدينا صدقية حقيقية في الأردن أو في الخارج لمواجهة الإرهاب يعني أنا أستغرب أنك تبحث عن 15 ألف مقاتل على الأرض لهزيم الداعش في ظل وجود جيش لدولة يستطيع أن يقضي على داعش إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة هذا الإرهاب هو المعروف يعني بمواقفه ضد تنظيم داعش وأيضا بمواقفه المعارضة لإقامة دولة الخلافة ألا تعتقد بأنه جزء من هذه التحضيرات الأردنية لمواجهة أي تداعيات محتملة في الداخل هذا الذي يخيفني وليس يعطينا إحساس بالراحة لا يمكن أن تحارب فكر من نفس منبته أنا أعتقد أن هذه الخطوة يعني يمكن أن يقوم من قام بها يجب تحويله إلى المدعي العام إلى القضاء بتهمة الغباء السياسي كيف يمكن أن تفرج عن نبتة فكرية صادرة من نفس هذه النبتة لتواجه نبتة أخرى نحن لاحظنا أنهم انقسموا ضد داعش لنصرة جبهة النصرة في الخلاف الداخلي ولكن أول من أمس أصدر أبو محمد المقدسي المنظر السلفي المهم والمرجعية والذي اختارته النصرة ليكون يعني حكما أو قاضيا بينها وبين داعش قال أن على النصرة وداعش أن تتوحدا لمواجهة الغزو الصليبي هذه المفردات التنظيمية هذه المفردات هي أزمة الإرهاب أزمتنا أننا لا نفرق بين متطرف أننا نفرق أو نجتزع أو ننتقي أنا بأعتقد أن إذا كان الهدف من إخراج أبو قتادة وأبو محمد المقدسي من السجن لتوفير حاضنة شعبية للحرب على داعش هل نعتقد أن الذي أخذ هذا القرار يستحق المحاكمة بتهمة الغباء السياسي بدليل التصريحات الأخيرة حتى لخوان المسلمين ما كنا نسمعين بالتيار أدت إلى الإفراج عن أبي قتال أعتقد أن هناك صفقة أعتقد أن هناك صفقة في الإفراج عن أبو قتادة وعدم تجديد حبس أبو محمد المقدسي ولكن أعتقد أن هذه الصفقة خاسرة بدليل أن الدولة الأردنية مبارح عادت التلويح بإمكانية أن يستأنف النائب العام الإفراج عن أبي قتادة بمعنى أن العصى والجزرة ما زالت في وجه أبو قتادة ومحمد المقدسي ولكن الآن على ما يبدو أن داخل التيار السلفي في الأردن هناك اختلاف على خلفية الاقتتال الذي دار في سوريا بين من يدعم جبات النصر من جهة ومن يدعم تنظيم داعش من جهة أخرى ولعل الحكومة الأردنية أرادت استغلال بطريقة أو بأخرى هذا الاختلاف داخل التيار السلفي هذا الاختلاف كان على أرضية على المشهدية السورية وليس على المشهدية الغربية كما قلت لك هناك صراع الآن داخل فكرة القاعدة القاعدة تريد أن تستمر في الجيو سياسي استراتيجي بمعنى أنها تحارب على الفضاء الواسع جاءت تنظيم داعش وقزم فكرة القاعدة إلى حدود الشيعية السنية نحن نتذكر أن أول نقطة خلاف كانت بين القاعدة وأبموصحب الزرقاوي استهداف الشيعة إذن هذا خلاف داخل تربة فكرية واحدة لا يمكن أن يستفيد فيه لا التيار العلماني ولا التيار المدني ولا التيار القومي ولا التيار الوطني الخاص بمعنى المواطنين العاديين نحن أمام تيار يعني يتخالف أو يتفق على دمنا ولا يختلف ولا يتفق على قضايا هم يختلفوا على قضايا نظرية داخلية ولكنهم لا يختلفوا لا على حرم الدم السني ولا الشيعي ولا المسيحي ولا الكردي ولا أي جنسي وبالتالي ربما سنشهد مشاهد متكررة عن مشاهدنا سابقا من اعتقالات حملات اعتقالات في وسط الإسلاميين تيارات الإسلامية لسيما التيار السلف الجهادي أعتقد ذلك وأعتقد أنه يجب أن يتم الحديث بشكل واضح مع التيارات الإسلامية الثانية وتعديد جملة العمل الإسلامي والإخوان المسلمين لم نسمع لهم موقفا لم يتحدثوا بشأننا أعتقد أن على الدولة لكن الإخوان المسلمين كان موقفا واضح من التحالف الدولي كانت رافضة لمشاركة الأردن تحديدا في التحالف الدولي خاصة في توجيه ضربات داخل الرقة يسيدي هما مرافضين للتحالف الدولي ولكننا لم نسمع منهم أي إداني لداعش لم نسمع منهم أي إداني لجرائم النصرة وجرائم داعش لم نسمع منهم موقفا نظريا دينيا أمام هذا سيل التكثير وسيل الفتاوى الداعشية والنصروية الآن الدولة تعيد إنتاج موقف سياسي جديد عليها أن تتحدث مع فصائل المعارضة جميعا عليها أن توضح موقفها لا يجب أن تبقى الدولة تنتظر من أبو مصعب الزرقاوي ومن أبو محمد المقدسي ومن أبو قتادة تشكيل حاضنة شعبية لمواجهة داعش إذا دخلت في الحلف فعليك أن توفر غطاء داخلي نحن لدينا في الأردن أزمات سياسية يمكن أن يستفيد منها داعش وكل التنظيمات الإرهابية المتطرفة طيب سيد عمر أسمح لي أن أتوقف مع فقرة إقراء إسرائيل ومقتطفات من بعض الصحف الإسرائيلية ومن ثم سنتابع في الدقائق القليلة المتبقية من هذه الحلقة هذا الحوار الخطاب الهجومي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجامعية العامة للأمم المتحدة اعتبر في إسرائيل دليلا دامغا على أن عباس غير معني بالسلام لكن ما الذي كانت إسرائيل تنتظره من رجل سقط له الفاني ومئتا قتيل فلسطيني هل كانت تنتظر منه تهنئة بالسنة العبرية الجديدة وباللغة العبرية إسرائيل التي سعت منذ تعيين عباس رئيس السلطة الفلسطينية قبل عقد لإثبات أنه ليس شركا مناسبا للمفاوضات لا يحق لها أن تشتكي فسياستها وعلى رأسها الاستخفاف المتواصل بمطالب عباس وقف الاستيطان هي التي أفضت إلى هذا الخطاب أمام المجتمع الدولي إسرائيل هايوم أبو مازن وضع حدا لعملية السلام خطاب أبو مازن كان أشبه بخطاب يلقيه في اجتماع انتخابي حماسي في ساحة رامالله وخطب باللغة العربية كما لو أنه مرشح من قبل حماس وبذلك أثار ضده كل أطياف القوس السياسي في إسرائيل لا شك في أن أبو مازن تخلى في المرحلة الحالية عن طريق المفاوضات فهو يسعى إلى حل مفروض ولا يدرك أن الأسهم الفلسطينية في تراجع بسبب التطورات الكبيرة في العالم العربي يدعو تحرنة الاستراتيجية المفلسة تجاه غزة المحادثات التي بدأت في القاهرة يوم الأربعاء تعد فرصة شبه تاريخية لحصول تحول إيجابي وجوهري في القصة التي لا تنتهي بيننا وبين غزة هذا لا يعني أن بشر انتهاء المواجهة مع الفلسطينيين ستأتي من هناك لكن يمكن لتلك المحادثات أن تجلب هدوءا طويل الأمد ومستقرا إلى مستوطنات الجنوب والوسط غير أنه يتعين علينا أن نعترف أولا بأن استراتيجية جولات الردع والتسوية والحصار قد أفلست هذه الاستراتيجية التي تبلورت أيام حكومة أولمارت تستند إلى فرضية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي قادر على إنتاج ردع جوهري لفترة زمنية طويلة مقابل حماس والمنظمات الفلسطينية في غزة عبر الإمعان في الدمار والحصار والاعتماد على الإنجازات العسكرية لكن للأسف الشديد كل الفرضيات وعمليات تقدير النتائج التي ارتكزت عليها الاستراتيجية الغزية لإسرائيل ذهبت أدرجة الرياح ولم تثبت صحتها لم أفهم ما قصدته صحيفة إسرائيل هايوم عن أن أبا مازن تحدث باللغة العربية في الأمم المتحدة وكأنه مرشح عن حركة حماس لا أدري ماذا تقصد تقصد بأنه كان ينبغي أن يتحدث باللغة الإنجليزية أم باللغة العبرية على كل حال سيد عمر ما رأيك باختصار فيما استمعنا إليه وما ورد في الصحف الإسرائيلية شوف الصحافة الإسرائيلية هي تعبير حي عن المجتمع الإسرائيلي إنجاز التعبير وهذا مجتمع رافض للسلام ورافض لأي شيء هذا المجتمع يعني استكثر على محمود عباس مسكين أن يتحدث بجملتين فيش خلقه بعد حرب غزة يعني إذا كان يستكثر على عباس خطاب يطالب فيه بدولة فلسطينية وبنهاي الاحتلال ماذا كان يريد من عباس أن يبارك الاحتلال هل كان يريد من عباس يعني أن يتجاوز معاناة الشعب الفلسطيني على شدة تجاوزاته طبعا أن يتجاوز يعني معاناة الشعب الفلسطيني ودم الشهداء لم يجف والجرحة لم يشفى جراحهم بعد هذا هو الوضع الإسرائيلي هذا يعني هذا بدللك على أن الغرب وإسرائيل هذه مواصفات القائد العربي المطلوب مواصفات قائد عربي لا يتحدث حتى في أبسط طموم شعبه طيب برأيك باب المفاوضات هل لا يزال مفتوحا بعد الحرب الأخيرة التي خضطها إسرائيل على غزة وكل تلك الخسائر البشرية والمادية ومشاكل يعني كان يمكن أن يكون مفتوحا وأن يعطي ثمارا نوعية ولكن العودة إلى الخطاب الفصائل الشوفيني بين حركتي فتح وحماس أضعفت الورقة الفلسطينية والانقسام أيضا يضعف الورقة الفلسطينية أكثر بأكثر الوضع الفلسطيني الحالي هو وضع مثالي لإسرائيل فلماذا تتنازل ولماذا تقدم أي شيء حتى على مستوى يعني لقبة خبز أو شربة ماء أشكرك جزيل الشكر سيد عمر كلاب الكاتب السياسي في جريدة الدستور الأردنية كنت معنا من عمان شكرا لك على هذه المشاركة وكل الشكر لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وحتى نلتقي مرة أخرى أستوضعكم الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة